بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء أهلا ومرحبا بكم في شابطة رسري بارت ففتين فاكتورد لود كومبينيشنز إيه المقصود بفاكتورد لود كومبينيشنز إن احنا تكلمنا في المحاضرة اللي فاتت أو الجزء اللي فات على أنواع اللودز اللي عندي سواء كانت dead, life, earthquake, wind أو بقية الأنواع لما يبقى عندي مبنى والمبنى دوت فيه dead load وفيه life load وفيه wind load وفيه earthquake مثلا طب إزاي هتحسب اللود في الحالة دي ده اللي بنسميه الكمبينيشنز فبيبقى عندنا مجموعة من المعادلات بندخل فيها أنواع الأحمال المختلفة وفي الآخر بنختار أكبر قيمة للحمل ونبدأ نصمم عليه لكن في البداية أنا لازم يبقى عندي dead load وlife load في أي منشأ فالمعادلة دي لازم تتحسب اللي هي 1.4 في dead load plus 1.7 في live load ودي الفاكتورز اللي بنتكلم عليها لأن المفروض إن أنا أشغال على dead والlife لا إحنا بنزود الأحمال بنفترض إن الحمل الدد بيزيد بنسبة 40% والlife بنسبة 70% وده علشان طبعا موضوع السيفتي اللي إحنا تكلمنا عليها اللي هي أهم ومتطلب في عملية الـ design وليه بنزود؟ لأن أنا ممكن أكون غلطان في حسابات الـ dead والlife لا بنعوض الموضوع ده وقت إزاي إن احنا بنزود بنسبة 40% و70% في حالة الـ live load على الترتيب طيب بندني مثال على الكلام ده لو أنا عندي منشع عليه dead load وعليه live load وعليه wind load دي الأحمال الأكشوري اللي موجودة بنعمل لهم combination إزاي طبقا للـ ACI لأن طبعا المعادلات دي كلها طبعا الـ ACI بنقول إنها بتساوي 75% 1.4 في dead زائد 1.7 في live زائد 1.7 في wind load يبقى أدي المعادلة التانية يبقى أنا لو شغال على الكيس ديت اللي هي dead والlife والwind هحسب معادلتين أول معادلة اللي هي 1.4 في dead زائد 1.7 في live ونشوف القيمة كام المعادلة التانية اللي هي موجودة قدامنا ونشوف القيمة كام اللي أكبر بناخد منه قيمة الحمل اللي احنا هنصمم عليه اللي احنا بنسميه ultimate load في الحالة دي طيب المعادلة اللي بعد كده إن أنا dead والlife نفس المعادلة الأولانية بس بضربها في فاكتور اللي هو 75% طيب لو في dead load وwind يبقى add dead وadd الwind ودول الفاكتورز اللي بنشتغل عليهم اللي هما point nine وone point three نكمل ما بقى ده الكمبينيشن بتاع بقية أنواع الأحمال بمعنى لو أنا عندي إرس كويك موجود وطبعا في dead وفي live يبقى في الحالة دي بنحسب الكمبينيشن ازاي اللي هو واحد وخمسة من مية في dead plus واحد تمانية وعشرين من مية في live زائد واحد واربعة من عشرة في الإرس كويك ونحسب المعادلة دي ونشوف قيمة الحمل وفي المعادلة الأولانية احنا حسبين dead والlife نقارن بينهم وناخد القيمة الأكبر طيب المعادلة الثالثة الدد باخده مع الإرس كويك طيب لو عندي edge يبقى في الحالة دي بنحسب dead والlife والage باستخدام المعاملات دي ونرجع نحسب dead والage ونشوف القيمة الأكبر ونصمم عليها نفس الكلام دوت لو انا عندي F يبقى دية الكمبينيشنز بتاعة الفاكتورز اللي بنشتغل عليها وبنبدأ نحسب الدد مع الF طيب في dead وفي temperature وفي live ازاي حنعمل الكمبينيشن باستخدام المعاملات الموجودة قدامنا وبعد كده بنقول ان احنا لو في الحالة دي بنحسب الدد والlife مع بعض ونضربهم في واحد واربعة من عشر ازا انا لو عندي اي كومبينيشنز من اي لوتس بقت المعادلات موجودة عندي بعوض فيها بنشوف اكبر حمل بناخده ويبقى ده الحمل الالتميت اللي انا هشتغل عليه وتبدأ بعد كده تحسب منه المومنت وتبدأ تعمل خطوات الديزاين المطلوبة منك